بسم الله الرحمن الرحيم. لا الميزاني يا جماعة مادياً متشحول. لا 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 متشحول. لا 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 مادياً لا واضح ان الحالة المادية مأثرة عليكو جامد. ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا ربك ردي تصدقه. تسلمي يا همسيت تسلمي لي يا رب. الميزان عايز باب رزق جديد. لا رزقه حاسس انه رزقه مش كفاية. تعبان من لاحية المادية. شايفا عنده حتى النوم مضطرب خالص مش عارف ينام وبيحلم بكوابيس ومبتاش تفكير لانه حتى هو نايم بيفكر. يعني ربنا يكون في عمكو ربنا يكون في عمكو لو الكروت دي مزبوطة. شايف شريكو ازاي خلينا نكون واضحين الميزان شايف شريكو زي ما تقوله اتكشف على حياته. فاهمين قصدي او الله يا مسحول. واضح. اتكشف على حياته. يعني زي ما تقوله موقفش جنبه. ما سندوش كويس. ما استوعبهوش. في حاجة حصلت يعني الميزان حاسس انه هو اه. الطاقة ما بينكم فيها ايه? الطاقة فيها شغل جديد. مش عارفة ايه اللي مجايبها في علاقة عاطفية. اما فيها حاجة بتتصلح. في حاجة هتحصل. اه في وضع غلط بيصلح. تمام زي ما انتم شايفين. ما استكشفوش وبيصلح. اه صح او. شريكك عايز فلوس. عايز فلوس. عايز حالة مادية مش بس اه مستقرة. لا 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 دعاية صراء. يعني هو ضغط عليك ضغطة جندا جدا. خلينا نقلب الاية. انه الميزان هو الست. الست طبعا مش هاي اللي بتشتغل. مش هاي اللي بتسابورت. فهي برضو عندها نفس الحكاية نفسها في طاقة جديدة. ما بتنامش من كتر التفكير. بتنامش من كتر القلق. حاسة انها اه شركة هبان على حققته. اه الطاقة ما بينكم فيه حاجة بتتصلح فيه حاجة بتتغير. اه شريكك عايز ايه? عايز يعني ياخد كل حاجة منك يعني عايز كتير. عايز كتير. عايز كتير. اه عايز يعتمد على نفسه. واضح ان انت مش عارف تلبي. فابتده يبقى عايز يعتمد على نفسه. ودي بقى الحاجة اللي زعلتك منه. يعني شوفه انت ما كانش عندك مشكلة ان هو يبقى حطت عليك الضغط ده كله. وقابل شكلك وصابر وراضي بقضاء الله. انما اول لما ابتدى انه هو يبعد. او ان هو يستغنى عنك. او بيحاول يستغنى عنك. ساعت هتكشف على حققته. شايفك ازاي شايفك ازاي? شايفك ازاي? شايفك حطت هدف. شايفك حطت هدف ورايح عليه. والهدف ده. انت عايز تروح للامان. يعني انت عايز انت نفسك في اللي هو عايزه لو كان الموضوع حالة مادية تتحسن. فهو فعلا عايز ده زيك يعني. ليه طيب يا شايف شريك الميزان بتبعد او او ليه مزع على الميزان بالشكل ده. بصوا بقى اللي جاي. بس عايز اقولوك على حاجة يا ميزان. الامور لو تصلحت. ان شاء الله تتصلح. بصوا باذن الله جايلكو فلوس. في تطور في حالة مادية. كويس؟ حيرجع او يعني هيبقى موجود وهيبقى يعني معاك. اوكي. هل انت هتقبلو? سمينة. هو انت هيبقى في سكول وهازيبك تنامس ساعة ثلاثة الصبح. يوسف استري. افل بقى ويلا خش نعم. يلا ماما جود نايت. بكرة اجازة العب مع بابا زي ما انت عايز بكرة. هل يا ميزان انت هتقبلو? خلي بالك ان هو موقفش جنبك كما يجب. انت حسيت ان هو انكشف على حقيقته في حاجة معينة. او انت اضرب بس انا شايفة ان انتو هتتفقوا على حاجة نحو المستقبل ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شايفة طريق طويل كويس جدا. يعني مسيرة ان شاء الله طويلة جدا وحلوة جدا. وباسم الله ما شاء الله قوة قوة في العلاقة. العلاقة ان شاء الله تبقى قوية ما بتتكسرش. طيب. حالله بس المقف معايا حتة حتة. مش عارفة لي جايلي طاقة ان شريكك يا ميزان حياته واقفة معاك على الحالة المادية. لو انت حسيت منه ان هو موقفش جنبك كما يجب. اوكي? يعني انه نصيحتي ليك سبك بقى منتروه خالص. بليس ما تقبلوش. بليس ما تعملش الصلح بقى. اوكي? امين يا ربك. تسلم تسلم يا عبدالله. شكرك. انما لو هو كان حصل مجرد سوق تفاهم. وحاجة برا الموضوع ده خالص. طبعا ربنا يوفقكو يتمملكو على الف خير. هلخص القرية بسرع. الميزان عايز باب رزق جديد. رزقه حسنه مش كفاية. عنده مشاكل واضطرابات نفسية جديدة جدا مأثرة على نومه. وقرب التأثر على صحته. كمان يا ميزان خلي بالك ما صحتك كده حتتضهور. بالراحة على نفسك شوية. شايفش ليكو ازاي حاجة كانت نسطورة وانكشفت? او مش مديلك دعم كافي. العلاقة بينكم فيها تطور. فيها تطور. فيها حاجة بتتصلح. اوكي? اه شريكك عايز ايه? عايز حالة من الامان او الصراء المادي. عايز يعتمد على نفسه في هزا الموضوع. مينا انا مش شك انت بنت ولا ولد. اه بصي بصي حبيبتي الرسالة دي طويلة جدا. اعمليها كافي وبعتها للصفحة وهحاول الارض عليك. والكلام ده المينة بس يا جماعة. انا هنوع عن موضوع ده بعد القراءة. اه شريكك شايفك ازاي الميزان? انت عايز تروح لبرا امام. انت وبتسعى. شايفك بتسعى. يعني مش وقف مكانك. وحدة كويسة قوي قوي قوي. شايفة قدامي ان شاء الله بازن الله حالة ما دي حتطور. تطور جامد. مش وحش خالص يعني. اه وفي قدامي هنا لقاء او اتفاق بينك وبين شريكك ان شاء الله. شايفة بعديه كمان مسيرة طويلة جدا جدا بازن الله. وقوة. علاقة قوية ان شاء الله. اه ربنا ما يهدها ابدا. انا مش شايفة بوعد ومش شايفة فرائي ميزان. يمكن يكون في اه عقبة او يعني مطب واعين كده بس مطب صغير. اه يمكن يكون شريكك اه تعب من الانتظار اه من الظروف هو كمان. مش عايزة برضو يسيء اصدن بشريكك. ممكن يكون فعلا اه تعب من حاجة معينة اه وتقطو قرارة بتخلص. فان شاء الله هيجد جديد بازن الله هيجد جديد في العلاقة وبازن الله العلاقة تتحسن. طيب. سؤالها في السفر ولا لا للأسف مش شايفة سفر. الشهر ده مش في العموم. مش شايفة مش شايفة سفر. انا شايفة قدامي ان هي بحرب شديدة. وربنا يكون فوقانك الصراحة على الكروت دي. ربنا يعينك. ربنا يعينك بجدد. اه حلم تدهورة خالص خالص وحار بشكلها مهزوم. لكن واقفة بمنتهى السبات وبتحاول تباين ان هي ولا فرق معها. برضو فيه هروب من مواجهة. لان لواجهة شكلها ايه? حتتبح بقى. بصي دي ماسكة سيف. وحطير بقى. حطير الرئيب. متجوزة. طب في اي حاجة حصلت من ناحية الزوج لان شايفة الدنيا نيلة خالصة. شايفة خسارة حصلت اما خسارة مادية او خسارة شخص. آآ شايفة قدامي حصلت شديد او سحر تفارت الشيطان. كان بقى له كتير ما طلعش مش عارفة ليه طلع. آآ 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 اخلص انتم الاتنين رديته علي طب متجوزة. طب في اي حاجة تانية? بصي اللي انا شايفي حبيبي انك انت ان شاء الله هتعتمدي على نفسك ماديا انا مش عمل انت تشتغلي ولا لأ لكن صح قلبك يا بلل يمكن تكون يمكن هتكتدي شغل جديد انا شايف ان انت تعتمدي على نفسك ماديا وانا اقايت برافو 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 شايفي قدام انهيار البرج شكل في حاجة كانت كنتي حطى يعني صورة لشيء وحتبتدي الصورة بتباني على حقيقتها حاجة بتنهار وبتظهر وبتظهر على حقيقتها انهيار البرج طب الحمد لله خلاص بسم الله ما شاء الله عليك ويكملك بعقلك شطورة بصي بقى حبيبتي يبقى ان شاء الله الكرت ده احتفال واحتفال بدا انك انت هتعتمدي على نفسك ماديا او حاجة عندك هتحصل في المادة لكن التطور المادي بطيء يا جيم التطور المادي بطيء حاولوا انكم يعني تقتصدوا شوية وتصرفوا في الحاجات المعقولة وخلي بالك منجرة الحسد ده عندكم حسد لكن ما شاء الله عليك انت يا مو يعني بصي ده قوية ما شاء الله واقفة بثبات وعندك توازن ما شاء الله عليك وشايفة اهو ده شريك الحمد لله بم ان العلاقة كويسة شايفة شريك بيقدم لك حاجة حلوة ممكن حتى ان شاء الله يكون بيقدم لك كلمة حلوة يعني يا رب يعني كده حاجة حلوة جدا جدا يبقى حبيبتي الانهيار ده لشخص تاني خالص فيه شخص عندك ايبان على الحقيقة لاني شايفة خطارة بتحسي بخطارة بس بيز ما تزعليش ما يستهلش يعني منك انك تزعليه خالص عندك نجاح حبيبتي كمان ما شاء الله افتمال دائرة الكارت ده ظهر للميزان تقريبا في كل القرايات وظهرت برضه في القراية الخاصة الميزان مدقن لعمله جدا انت مدقنه لاي ان كان اللي انت بتعمليه بس سؤالك حبيبتي اذا فيه صفر انا شايف احتفال احتفال لكن يمكن يكون ده يمكن يكون الصفر لو انت حاجة اخدت بالنسبة لها خطوات ومستنية التنفيذ يمكن ان شاء الله هتجيلك مسلا موافقة تبكيدي خطوات فيها انما الصفر بالفعل يمكن يكون مسلا الشهر اللي جاي عموما اتمنالك التوفيق التوفيق برضو حلوة